جماعة الموضوع سهل جداً وسريع جداً يعني لما أنا سألته جاب لي المقالة بثانية لثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد أبو عبد الله وفي هذا الفيديو سنتحدث عن الذكاء الاصطناع الجديد من جوجل وهو جوجل بارد جوجل بارد عندما بدأ ينافس بالفعل ونزلت برزنتيشن عنه فشل فشل زريع جداً وقال معلومات خاطئة وكنت شرحتها في فيديو سابق على القناة والنهارده جاء إعلان جديد من جوجل ان جوجل بارد موجود بأكتر من 40 لغة تقريباً منهم اللغة العربية وكمان تقدر تتكلم عابل لهجة المصرية والنهارده هنجرب جوجل بارد ومش هطول عليك يالله بين هسوب لك اللينك بي الدسكريبشن عشان خاطر تقدر توصل لجوجل بارد هتخش على جوجل بارد هتلاقي الوجهة الموجودة قدامك دي تقدر ان انت تسأله اي سؤال بلغة العربية وده ما كانش متاح قبل كده وكمان تقدر ان انت تسجل بالمايك يعني هنا عندك على الشمال في استخدام الميكروفون وتسجل الكلام بتاعك هل يمكنك كتابة مقالة باللغة العربية عن مارك زوكربيرج؟ جماعة الموضوع السهل جداً وسريع جداً يعني لما أنا سألته جاب لي المقالة بثانية لثانية لو جينا سألنا شات جي بيتي هل يمكنك كتابة لسه هيكتب المقالة؟ نعم بالتأكيد يمكنني ودب دب 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 لكن جوجل بيرد دخل على طول في الموضوع مارك زوكربيرج هو كذا كذا وشوية معلومات عنه خلص الكلام والكلام تحط في ثانية سريع جداً لا أعرفش دي هل ده مشكلة من الموقع ده نفسه لانه هو واخد يعني ABI من شات جي بيتي أصلاً يعني موقع بيوي ده ما هو الشات جي بيتي دايريكت يعني مباشرةً ده ده واخد ABI يعني يعتبر فيه اكسس في النص يعني وكمان جاهنة وتوقف يعني لا أعرفش برضه مشكلة في النت عندي ولا إيه تقدر كمان على جوجل بارد تتكلم بالعامية المصرية يعني ممكن أكلمه عادي جداً باللغة العامية المصرية أو بأي لغة عامية على حسب بلدك وما بيردش عليك باللهجة العامية المصرية ولكن بيفهم اللهجة بتاعتك أنت قدر تكتب بأي لهجة أنت حبيب ممكن نطلب منه مثلاً عايز عرف إيه هي أفضل طرق الإضاءة علشان أصور بيها فيديو على اليوتيوب فهم السؤال مع إن أنا بتتكلم بالعامية المصرية لو جئنا سألنا مثلاً بينج إي آي عن السؤال ده لسه بيفكر بدأ يكتب بالفعل يعني إجابته لسه بطيئة ولسه هيكتب ولكن بالنسبة لجوجل بارد هو كتب الإجابة في دايريكت يعني كتب الموضوع كله حيث أنه مخزنه عنده فعلاً فوضح أن الداتا موجودة على جوجل بارد بطريقة بشعة فهل هو متحدث لحد 2022 فنسأل هل أنت محدث حتى سنة 2022 ولا سنة 2023 يعني هلأ قدر أخب منك بيانات ومعلومات لحد سنة 2023 ولا لا طبعاً أنا سألته بالتفصيل الممل حتى نفهم نعم أنا محدث حتى عام 2023 يمكن أن الوصول إلى المعلومات من العالم الحقيق ومعالجتها من خلال بحث جوجل والحفاظ على استجابتي متسقة مع نتائج البحث الشاهد نوة محدث لحد سنة 2023 طبعاً يعني شجي بيتي ممكن تحدثه ببعض الإضافات تخليل سنة 2023 ولكن هو مش متاح بكل الدول زي جوجل برد تفتح من أي دولة في العالم يعني أنا مش شايف أن في دول هو ممنوع فيها دي حاجة الحاجة الثانية متاح بكل اللغات الحاجة الثالثة هو سريع جداً فإذا شاد برد من جوجل للذكاء الإصناعي الجديد حاجة جمدة جداً فهنا نقدر نستفيد منه في كتابة المحتوى بالذكاء الإصناعي فأنا اتكلمت زي أن أنت تقدر تعمل محتوى بالكامل باستخدام ذكاء الإصناعي سواء كتابة أو تصميمات أنت هنا ده بقى كنز خلاص إحنا كده شاد جي بي تي باي مش عايزينه كمان تقدر تاخد منه أكواد برمجية زي شاد جي بي تي المدونة ونعمل صبحة جديدة ونضيف فيها الكود ده بشكل HTML ونعمل معاينة ونشوف النتيجة تابعة عاملات زي هنا تقدر أنك تضيف السنة والشهر واليوم وطبعاً يديك الكود البرمجي اللي تقدر أن أنت تستخدمه بعد كده وتعمل بيه على حسبة أو تعمل بيه أي حاجة أنت عايدة أو تستعين بيه في كتابة الكود البرمجي الخاص بيه وهو هنا بيقول لك إيه هي التغييرات الموجودة أو التغيير أن التحديث بها أكتر من أربعين لغة منها العرابي والصيني يقول لك أنه ممكن تحمل الصور في المحادثة مع أيضاً تقرر ردود بصوت مرتفع يعني ممكن أيضاً يحول النص إلى كلام بأكثر من لغة من أربعين لغة تقدر تتكلم معاه بأكثر من لغة تقدر أن أنت تشارك المحادثات مع الآخرين تقدر أنك تعدل الردود بتاعة أيضاً نفسه تقدر أنك تصدر رموز بايسون إلى ريبلت هذه حاجة طبعاً برمجينا بقيمة صراحة فطبعاً هذه الخيارات كلها جارة تحدثها حالياً يعني ستوصل كل التحديثات للمستخدمين خلال المرحلة التي جاية فممكن تبقى شغالة معك كويس ممكن لأ هناك بعض الناس عملت على جوجل برضو وكل التحديثات التي هي مكتوبة دي تنفذت فعلاً ولكن في النهاية أنت لازم تستفيد من المنافسة القوية دي يعني هو الغد لوقتي مجاني ما فيش أي مشاكل عليه خالص ولكن في الفترة التي جاية احتمال كبير أنه يبقى مدفوع يبقى من ضمن خدمات جوجل فأحاول أنك تستفيد منه في خدماتك التسويقية تقدر تكتب محتوى بذكاء الاصناعي تقدر تستفيد منه في أنك تعمل استهداف للفئات بتاعتك فهو دلوقتي ببلاش استفيد منه قدر الإمكان شارجي بيتيم ما زال أقوى ولكن المنافسة كل ما بتكون أقوى كل ما بيخلينا إحنا نستفيد كأفراد وكصناع محتوى وكفريلانسر وشغالين أونلاين ده يخلينا نستفيد كويس جدا من الزكاء الاصناعي فأنا أنصح أن أنت تستفيد من جوجل بارد وتبدأ أنك تشتغل عليه لصناعة المحتوى أتمنى أن يكون الفيديو أعجبكم فيديو في الخفيف كده عشان نتناول بعض التحديثات الجديدة من جوجل بارد الزكاء الاصطناعي الجديد لجوجل وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتفعل الجرد عشان نشوف الحلقات اللي جاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته